زمالك عموما النهاردة بالتقلق كبير لعبدالله السعيد قدر يفوز على الإسماعيلي 2-1 عبدالرحمن المجد تقدم الإسماعيلي في الديئة 70 هدف جميل جدا وبعد كده المتقلق البديل في هذه المواجهة النزل كبديل في هذه المواجهة عبدالله السعيد قدر يسجل هدف التعادل للزمالك في الديئة 77 من ضرب الجزاء ومن ضرب الجزاء أخرى نفس اللاعب عبدالله السعيد قدر يسجل هدف الفوز لنادي الزمالك وده هدف عبدالرحمن المجد يستحق لعادة أخرى مرة هدف المواجهة عبدالله السعيد هدف التعادل وبعدها هدف أيضا لعبدالله السعيد هدف تاني في المباراة بيسجل من ضرب الجزاء واستفاد عبدالله السعيد النهاردة من غياب زيزو المسدد الأول لضربات الجزاء في نادي الزمالك غياب عن الفريق النهاردة استعدادة للمشاركة معه وانتخابنا باطنة أولمبي في أولمبيات باريس بإذن الله ده الهدف التاني اللي أيضا من ضرب الجزاء زي ما قد رحضتك عبدالله سعيد متولك عبدالله سعيد أرقام قساب بتتكسر كل يوم في هذا العمر قادر يقدي وقادر يكون مفيد لفريق وقادر أنه يبقى مؤثر وقادر يبقى بيغير نتائج مباريات عبدالله سعيد النهاردة انفرض بالمركز الثالث بقائمة هدافي الدوري المصري بعد ما وصل للهدف رقم 128 كده تخطى واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية سيد دوزوي ونجم المصري طبعا السابق اللي عنده 127 هدف ويبقى تحت حسن الشازلي اللي في الصدارة برصيد 176 هدف وحسام حسن في المركز الثاني برصيد 168 هدف والسعيد عبدالله السعيد زي ما قلت لكم بقى في المركز الثالث ب 128 هدف بالمناسبة حسن حسن مهاجم عظيم وتاريخي حسن الشازلي مهاجم عظيم وتاريخي عبدالله السعيد في المرتبة ديت وهو مش مهاجم وجل وسط ملعب فالرقم ده ما ينفعش يعدي مرور الكرام واحد الزملاء كان بيقول لي انه عبدالله مش واخد حقه في التكريم او في التقدير الكافي للي بيعمله بس لا عبدالله دائما وابدا هو واحد من اهم نجوم كرة القدم المصرية على مر التاريخ في رأيي الشخصي دايما بقول الجمرة دي عبدالله السعيد واحد من اسكى اسكى اللاعبين اللجوم في تاريخ الكرة قادر يحافظ على نفسه قادر يبقى مركز في الملعب فقط راجل عد على الاهلي وبرامدز والزمالك وقابليهم الاسماعيلي وحتى مع دوشة كتير في الانتقالات دي بس هو نفسه ما كانش بيعمل ازمة او مشكلة او بيطلع في حديث ويعمل خنايات ويعمل حكايات ويعمل ستوري ويعمل بوست ويعمل قصف ما فيش الكلام ده خيص عندنا عبدالله السعيد عبدالله السعيد اسكى راجل او اسكى لاعب في تاريخ الكرة المصرية ده راجل ببساطة شديد خد بطولات مع النادي الاهلي لعب كتير مع بيرامدز وخد امور مالية كبيرة جدا مع بيرامدز وكان نفسه طبعا ياخد بطولة بس ما حصلش رجع تاني خد جمهرية مع نادي الزمالك خد كل حاجة خد كل حاجة بمنتهى الهدوء وبمنتهى الكفاءة وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول انه ما يستحقش كل حاجة لا عبدالله السعيد يصفحك كل شيء عشانه فعلا لعب مجتهد انه يبقى في العمر دوت وبهذه الكفاءة دايما عبدالله السعيد بالمناسبة في اخر 6 مباريات مع الزمالك مساهم في 5 اهداف منهم اربعة مسجلهم وواحد صنعهم هو دلوقتي عبدالله السعيد بقتاني الهدفين في الزمالك في الدوري بعد زيزه برصيد 6 اهداف وتاني اكتر لاعب مساهم في اهداف مع الزمالك في الدوري برصيد 7 اهداف بعد زيزه برضو أكتر لاعب أو أكتر لاعب الزمالك في الدورة صناع الفرص المحققة هو صنع أربع فرص بالتساوي مع عزيزه وعمر جابر أرقام كبيرة جدا للاعب لسه داخل على طول مع الفريق نادي الزمالك في يناير طيب